بسم الله الرحمن الرحيم دلوقات الواحد لما بيجي يعمل حساب على الموقع اي موقع بيبدأ يكتب المعلومات المطلوبة منه زي الاسم رقم تريفون ايميل ساكن فين بيقول له فيه كلمة كده بشباينة ويقعد يكتبها تيمة الكلمة دي بتحاول تتأكد ان انت شخص حقيقي بش برنامج حد عامله بيحجز مواقع بيحجز حسابات حسابات وهمية ممكن مثلا نحكز مثلا 500 اسم و ألف اسم و احد بييرخي و احد عايز يحكز أسم دي و يبيعها و احد بيحكز دي الأسامة دي احتياطي فده بيتأكد ان انت شخص حقيقي و ان انت واحد فاي كده و عارف تكتب برنامج كومبيوتر ما بتعرفش تفرق بين الصورة و ايه و زي البنات ده من البنات ده يشوف الصورة بيعرف الكلام ده يعرف اراقه في حاجة اسمها OCR بس بيشي بنفس الكوة و كمان هو بيتعمد ان هو يحط شوية نغباشة بحيث انها متبقاش باية ده حاجة كويسة جدا تمام بس ناس فوجت اللي علماء فوجوا ان ناس كترة بتدخل تعمل حسابات جديدة كل ما يدخل مثلا على مهوكة ومنتديات فالأولنا ده بياخد وقت كتير جدا فقال له طب ليه ما نستفتش من الوقت ادوات احنا كده بنضيع وقت ملايين الناس فكل واحد من الملايين الناس دول نضيع له عشرة دقيق مثلا عشان نكتبها او حتى قول دقيقة هتلاقي الموضوع في السنة بيفرم معانا في وقت كتير جدا على مستوى البشرية ومستوى كبار ده كله فقال له طب احنا عندنا مشكلة تانية ايه هي ان احنا عندنا كتب كتير جدا متاخدة سكانر وعايزين نحوالها لكتب نصية او نحوالها لكتب على الكمبيوتر طب عشان نحوالها ديت هتتواجهنا مشكلة تانية هنجيب ناس تعود تقرأها وتكتبها وتاخد وقت كتير جدا ولو ادينا الكمبيوتر اللي فيه حاجة اسمها optical character reader بيقدر يقرأ الكلام بس لما يكون الكلام قديم ما بيعرفش قرأه ابوي يعني هقول او حاجة مكتوبة على الكمبيوتر تمام؟ او حاجة يكون حديثة شوية يعني الورقة مش متبهدل هيقدر الورقة بسهولة انها من يكون الورقة قديمة هيواجه بمشاكل وش هيقدر يرسح وهتلاقي كده بيحاول وفي حرف تلعة صحة وحرف تلعة غلق طب قالوا ايه الحل؟ الظريف جدا ووفر ملايين اللي هو ايه؟ اللي هو بيدخل الصورة تاعت الكتاب بالسكندر وهو automatic برامج بتروح مقسمة كل الكلمة فيهم في الصورة الوحدية وبعد كده دلوقتي لما بتدخل الصورة اللي هي الكاتشا ديت دلوقتي هيسمها الكاتشا ري كاتشا تمام؟ بيظهر لك المتين الكلمة فيهم هو عارفة والكلمة التانية منتخذ سكنر فلو انت كتبت الكلمة الاولية صحة يبقى منطقي ان الكلمة اللي منتخذ سكنر دي صحة وهو بيبدالهم يعني مش لازم يكون اول واحدة هي ما كتبه الكمبيوتر التاني واحد سكنر لا ممكن دي او دي اي واحد فيهم تلاقيها قبل التاني تمام؟ وبعدين بيظهرها الكاتش واحد بش بيظهرها الواحد بس فمثلا لخمسة اتفقوا ان الكلمة دي مثلا معناها طيارة يبقى خلاص هو بيسجل عنده ان الكلمة دي طيارة خلاص ويقعد يجمعها فتلاقي الكتاب كل بدأ يترجم الترجمة الإلكترونية من غير ما يكلفه حاجة ومن غير ما يجيب واحد متخصص ومن غير ما يدهه الكمبيوتر وكمبيوتر ممكن يجيبه صح او غلط طبعا شفتوا يعني ان الاصي ار كتير جدا بيطلع كلامات كتيرة غلط تمام؟ فزي ما احنا شايفين ان فيه كلمة موضوع بسيط جدا وترجم تقريبا بيترجم في السنة مثلا يجي بليون كتاب بغير ما حد ياخد باله حاجات بسيطة لما تحطك جنب بعض بتنظيم وبالتفكير ادري اعمل حاجة وده برضو مدمن الحاجات اللي بتدل ان ان الواحد ما يستصغرش الحاجة اللي هو يعملها لو كل واحد انا عمل حاجة صغيرة في الاخر هتلاقي الموضوع عمل نقلة كبيرة جدا للبشرية وعمل نقلة كتيرة جدا للدولار بتاعتنا ممكن كل واحد مثلا اما يعني لا تستصغرن من المعروف شيئا ولو انتلقى اخاك بقى انتلقى تمام فده كمثال بسيط على حاجة صغيرة تمام ايه يعني كلمة ايه يعني انت سهمت من غير ما تاخد بالك في ان انت بدخلت كتب بدخلت كلمة من كتاب قديم فبدأ في الاخر بقى في كتاب كامل كان قديم وحدش بيراه بقى الناس كلها دلوقتي ايه بتقرؤه فحاجة صغيرة هي ساعة كتير جدا فانت لو ساعت بحاجة صغيرة جدا في اي مجال عارف في ذل المشاكل اللي احنا فيها دي انت مثلا تتعرض مع واحد يكون مبعرش يكتب تعلموا القرية دي ممكن ما تعرفش راجل ده ممكن يطلعوا بعد كده يدرس الناس ويبقى يعمل نقلة كبيرة جدا علمية ممكن واحمل علامة مثلا يطلع دكتور ويطلع مهندس ويخترع لنا الزره لا مش يخترع الزره نفسها يخترع حاجة احسن بقى ان شاء الله فكل واحد يحاول يعمل حاجة وما يستصغرش حاجة اللي اعمل وربنا يوفق ان شاء الله شكرا